طيب للي جايين لأول مرة أهلة وسهلة فيكم بليالي السيرة ليالي السيرة مشروع مبلش من الـ 2017 بحكي فيه قصص من سيرة الملك الظاهر بيبرز ومن الـ 2020 بلشت سرد متواصل فإحنا عم نمشي بالقصة بالتسلسل بس بنفس الوقت دخلت قصة تانية بلشت مع مريم الزنارية مريم الزنارية هلأ رح أحكي لكم عنها اللي هي مكملين منها اليوم وقصة الظاهر بيبرز هي بتدور أحداثها بـ 1200 وشوي بيكون فيه الفيرنجة اللي هم الصليبيين موجودين على السواحل البلاد الشام وفيه صراع بين بلاد الإسلام والفيرنجة وهذا اللي دايما مستمر معانا وقصتنا اليوم اللي هي عرنوس ابن معروف بتكمل بعد قصة مريم الزنارية وتحرير معروف ونعمل ريكاب صغير للي ما حضروا المسلسل من الأول بمريم الزنارية مريم من جنوة بنت ملك جنوة وبتشوف بالمنام واحد حلو جميل على خده خال أخضر مثل أرس العنبر ولحية سود يعني بيجنن هزة لما بتقول بدي أروح ألاقيه بيطلع ملك الفداوية الإسماعيلية ب بلاد الشام وبيلتقوا وبيلتقوا بالقدس وبيلفوا مشوار وبيوقعوا بغرام بعض وبيتجوزوا بس لأنها بنت ملك جنوة وبتسلم وبتتجوز مع أحد مسلم بيبعثوا أخوها يجيبها وما بيقدر على معروف فجوان اللي هو العدو اللدود والعدو الأساسي بالسيرة بيخطفها بتكون حامل وبالطريق بتولد بجزيرة فيها دير مسكون وبتخلي الولد بالدير المسكون وبياخدوها الولد بيلاقي كنيار كنيار من القيطلان اللي هي كاتالونيا اليوم وبيربيه عنده معروف بيلحقهم بيلاقي مرته بس ما بيلاقي ابنه بيضل يدور عليه وبيعرف وين هو بيلاقيه عند كنيار بيضل يربيه خمس سنين ليحاول يهرب فيه وما عم بيقدر بس كنيار بيكشفه وبيحبسه 17 سنة ونص بالحبس المرة الماضية طلعناه من الحبس واللي طلعوا من الحبس كان شيحة جمال الدين اللي صار هو ملك الفدوية محل معروف مع انه هو مش من الفدوية هو بدوي من غزة وقصير وملعبا وملعبجي بيعمل ألعاب كتير ودايما بيبدل شكله والفدوية هم صحابين السلاح ما بيحبوا انه يكون هو سلطانهم بس بيطوعهم بهاي الألعاب هو اللي بيحرر معروف مع ابن اخته لمعروف عماد الدين وبيطلعوا من القيطلان محررين كمان ابو علي البطرني اللي هو أمير البحر في بلاد الإسلام مع النوتية اللي هو البحرين تعونا والغراب المنصوري القارب الكبير تعهم اللي ما في مثله إلا مع الإسلام تخلص القصة كانت تحت تحرير معروف وابو علي البطرني وكمان بياخدوا أسرة كنيار اللي حبس معروف الملك عبدالصليب ملك القيطلان وبياخدوا الرئيس الدرك تاعهم كاونت أرنو وبيكونوا الثلاثة قيادين ولسانهم مربوط بخيط جنوي حتى ما يقدروا يحكوا ومحطوطين بالقارب وبيطلع القارب من القيطلان بعد ما بيدمروا القيطلان وبيدمروا قلعة كنيار سراية كنيار هناك خلصنا القصة السنة الماضية ورحليم بدا من هون إذا أنتوا جاهزين سمعوني زقفة أقوى من هيكي شوية خلينا شوية طاقة معروف على الغراب المنصوري مع شيحة جمال الدين مع عماد مع أبو علي وصلهم 11 يوم بالبحر بس حبسه كان على البحر البحر دايما عنده فتعب وطلع عليهم وقال نزلوني على الشط خليني أشم هوا شوي فبيطلع أبو علي وبيكشف أنهم هم على شط البردقان بردقان يعني البردقان هم على شط البردقان وهم على هذا الشط بينزلوا وبيطلب شيحة من عماد الدين يجاهز فطور وبيوحد وعادين عم بياكلوا بتصير الدمعة بعينه لمعروف بيسألوا جمال دين شيحة أنت ليش عم تبكي ذكرت ابني ابني صلي 17 سنة ونص مش شايف وإنت عندك ابن أنا فكرت ما عندك إحنا بس حررناك قال له لا كان عندي ولد وكنت معاه خمس سنين بالقي طلع عند كنيار قبل ما حبسني وبعرف الشو صار فيه كنيار معانا بنجيبه بنسأله وبيبعت واحد من الرجال يجيب له كنيار من السفينة بيجيبوه مؤيد ولسانه لسه مربوط بيجي بده يفكع لما بيشوفه معروف بينجن وبيهجم عليه وبيضربه كف بيلفه وبيدوره بيقول له شيحة جمال الدين عماد طول بالك عليه هذا اللي أخد ابني هذا اللي حبسني كيف دي أطول بالي عليه هدوا معروف وصحه كنيار مرة تانية كان من الكف مدوش وسألو شو صار بعرنوس ابن معروف قالهم أنا ربيته لصار عمره عشر سنين وكان شقفة من قلبي كنت كتير أحبه بس وهو بالمدرسة تخانق مع ابن الملك عبدالصليب وضربه وقتله وعبدالصليب لما سمع هيك صار بده تار تار ابنه وبده يقتل عرنوس وأنا ما خليته خبيت عرنوس عنه حطيت المدافع على القيطلان وهو حط المدافع علي وأعدنا محاصرين بعد أشهر زي هيك أنا مش راضي أتخلى عن عرنوس هذا أنا ربيته ابني أنا كتير معلق فيه بعدين إحنا بهذا الحال بيجي البابا جوان اللي هو تعرفوه هلا العدو اللدود وهو بابا الفاتيكان عند الفرنجة بالقصة بيجي بابا جوان وبيشوف الدنيا مخبوطة ومقيومة بالقيطلان والفريقين رافعين المدافع على بعض بيروح بيسأل شو فيه وشو الخبر بيقولوله فبديو يشوف هذا الولد اللي بديو يا عبدالصليب بيروح عند كنيار وكنيار بيقول له آه ابني وأنا معلق فيه أكيد ما بدي يا ينقتل خليني أشوف هالولد أشوفه وبيجي عرنوس وبيتطلع عليه وبيشوف على خده الخال الأخضر اللي مثل القرص العنبر وبيشوف الشبه بمعروف بيقول له هذا ابنك آه ابني احلف لي إنه ابنك ليش أحلف لك ما بيقول لك ابني احلف لي بعيسى ومريم والخوارين والقدسين كلهم قال له شو هالقسم هاد الحقيقة هو أنا لقيته بيبي موجود بالجرم بدير المسكون اللي عالجزيرة وجوان بيتذكر وبيتذكر القصة وبيعرف إنه هذا ابن مريم الزنارية ومعروف بيطلع فيه وبيقول له اسمع أنا رح ألاقيه لك طريقة يطلع من هون وما ينقذي ويصير ابن ملك ويصير حتى هو ملك كمان تقبل قال له بقبل وقال له شو رح يساوي وطلع من عنده وراح على البردقان عند الملك مغلوين الملك مغلوين ما عنده أولاد عنده بنت وحدة صغيرة خمس ست سنين عمرها وقال له يا مولاي أنا بعرف إنه ما عندك أولاد بس فيه ولد من الخوارين يعني القديسين عليه العين وعليهم أنظاره وكان عم بيربى بالقيطلان بس هلأ عم بيتخانقوا عليه وراح يروح فيها وأنا بدي أنقله على محل يعني يتربى بيعزه ومقداره وإنت ما عندك ولد بتربي على إنه ابنك وبيصير عزوتك قال له كيف بدي أربي على إنه ابني ما الكل بيعرف ما عندي ولد وهذا عمره عشر سنين قال له بنقول إنه مرتك إنت ومرتك جبته ولد قبل وكنت طالعين سيران وهو بيبي وضع منكم بالبحر والعلامة تعته الخال الأخضر اللي على خده ولقنا هلأ بالقيطلان وبدك إياه تطلبه قال له جيبه أنا بربي طالما هو عليه البركات وعليه الأنظار بنربي عنا وبيبعته المرسال وبييجي عرنوس وبيقوله لعرنوس كنيار مش أبوك كنيار اللي رباك هذا هو أبوك وبيربع عرنوس عند مغلوين وبيصير دوق وعنده ستة وثلاثين شراق يعني ملك تحته وبيصير أدمى إله سطوة بالميدان لأنه تعلم سلاح وتعلم فروسية بيصير اسمه ديابرو عرنوس ديابرو يعني الشيطان ديابرون أدمى هو قوي بالميدان وبيلف وبيلوق بجول وبيقتل كل حدا وهذا السبب إنه هو بالبردقان ومش عندي وهو وضعه تمام لما بيسمع هيك معروف بيصير بده بيروح عند ابنه مش إحنا عشط البردقان بدي أشوف ابني شيحة بيرجع كتاف كنيار وبيرجعه على القارب وبيتطلع على معروف وبيقوله بس أنا واعد السلطان إني أرجعك عنده وما أواجهه غير فيك خلينا نرجع عند أمير المؤمنين الملك الظاهر وبعدين أنا بروح بجيب لك عرنوس لعندك لا بديش أنا بدي أشوف ابني وهم بهذا الحوار بيشوفوا خيال جاي عليهم وما بيكون هذا الخيال إلا ابنه لشيحة جمال الدين بيقول له محمد شو جابك لعننا قال يا أبي أنا جاي كنت لاحقكم على القيطة لان أساعدكم لقيتكم من خلصين ضليتني على أتركم ولقيتكم هون قال له أهلا وسهلا وقام سلم على الكل وسلم على معروف وهنا بالسلامة وهم قاعدين الشيحة بيسأل ابنه شو أخبار البلاد قال له البلاد منيح عالة حطت إيدك ما في أي مشاكل وما في شيء والسلطان منيح والفداوية منيحية كله تمام قال له حلو وإيش في أخبار شفته أنت بالطريقة لو أنا جاي كان في عراضة وجيش بوادي البردقان وعلى راسهم واحد اسمه الباب الديابرو عرنوس لما بيسمع هيك معروف قال هذا أولادي هذا ابني بدي أروح أشوفه بيقول له طول بالك طب وهي العراضة ليش طالع قال طالع أبلاد الإسلام ليش طالع ما بعرف ومعروف لما سمع إنه عرنوس بالمنطقة ولا رضي يرجع مرة تانية على الغراب المنصوري ولا رضي يروح معاهم بدي أروح أشوف ابني وعند ساعتها تطلع عليه جمال الدين وقال له بس ابنك طالع عبلاد الإسلام يعني بنلاقيه هناك فيش داعي تروح معاه إذا طالع بعراضة هذا أكيد جوان معاه بالعراضة بالجيش وهم أعداءنا هلأ بهذه اللحظة بخاف عليك قال له أبدا بدي أروح أشوف ابني صلي 17 سنة ونص مش شايفه رح أطو جمال الدين ساعتها بيأخذ بيقول لهم أعطوني ورق أو ألم بيكتب رسالة لبيبرس فيها كل ما جرى من وقت ما طلعوا من قلعة صهيون اللي هي في بلاد الإسلام عند اللادئية لحد ديت ما طلعوا من القيطلان وشو صار معاهم وكيف حرروا معروف وحكا له عن العراضة كمان وبيبعت كل الرجال بما فيهم ابنه على مصر يوصلوا الكتاب ويرجعوا لهناك وهو بيقول لها معروف إذا بدك تطلع اطلع بس حتى لما بتشوفه بدكش تحكي إنك أنت معروف ولا كنت محبوس ولا كنت بالقيطلان ولا تخبر حدا بهذا شي نهائيا وإلا بيحبسوك مرة تانية قال لهم لا بوعدك وبحلف لك ما رح أعمل هيك قال له تمام وبيطلع المركب وبيوصل بلاد الإسلام وبيوصلوا عند فيبرز وفيبرز بينبسط فيهم بينبسط بالأخبار ولما بينقى بيقرى اللي كتاب وبيعرف بكل ما جرى وبيعرف إنه تحرر معروف وعرف الديوان صاروا اللي في داوية اللي معينين عنده كلهم يوقفوا يقولوا مولاي تسمح لي بدي أطلع ألاقي معروف تسمح لي بدي أطلع ألاقي معروف أربعين في داوية عنده بالديوان صاروا بدهم يطلعوا يلاقوا معروف ببيبرز قالهم وأنا كمان بطلع معاكم وبيطلعوا واحد وأربعين شخص من مصر على أرض المفارق بعد الإنكبار اللي هي آخر بلاد الإسلام ورا قريب القسطنطينية هناك حتى يلاقوا وبيطلعوا إلا معهم كلام نرجع لمعروف معروف بعد ما وصاه شيحة جمال الدين إنه ما يحكي لحدا وأعطاه زوادته بعته بالطريق وضل يلحقه ضل يلحقه وإذا وقع بأيدي إيه خلصه إذا صار له شيء بالطريق إيه خلصه وضل له ماشي معروف عم بحاول يلحق عراضة ابنه ويلاقيهم لبيوصل على وادي بيبات هديك الليلة على تم الوادي ولما بيصحى جهز حاله بده يفوت ما بيسمع غير ناس عم بتصيح بس مش قادر يفهم الكلام بيطلع لفوق بيلاقي رجال بالسلاح وبالخوز تاعتهم بيقول آه شكلي لقيت الجيش لقيت جيشي أولادي عم بينادوا علي شكلهم عم بيرحبوا فيه ودخل على هالواد صاروا يرموا عليه حجار مش فاهم هو ليش عم بيرموا عليه حجار والسمع حس سبع أسد ويا جماعة كانت هاي العراضة وعرنوس واقفين عند هذا الواد وهذا الجبل لأنه إلهم قصة خلينا نرجع شوي لورا ونحكي لكم ليش أصلا عرنوس طالع بعراضة على الإسلام عرنوس صار فارس وصار دوق وشب قوي وكان مغلوين عنده ستة وتلاتين بلد تحته كل ملك شراق عنده يعني بيخدم عنده وبيحكم على البردقان والبلقان والبلغر كمان ملك مهم هذا وبيجوا هدول الستة وتلاتين كل سنة بيعطوه خزنة مال لسنة كان مغلوين مريض فطلع عرنوس هو اللي تقبل المال وكان عندهم عادة لما بيسلموا المال في مبارزة عرنوس لما بارزهم ما بارزهم واحد واحد زي ما بيعمل أبوه بارزهم كلهم بذات الحلبة وعلم عليهم كلهم وأخذ المال منهم كلهم روحوا هداك اليوم ولما صح مغلوين وصحي على حاله قال هذا الولد إذا هيك عمل هلا لما بيكبر رح ياخد البلد مني لا بينفعش هيك أنا لازم ألاقي له صرفة فبيصير يبعته بمهام يحاول يهلكه ويطلع منها زي الشعر من العجين ما هو الديابرو ديابرو عرنوس يرجع له لصار وقت المال مرة تانية وقال بعت مرسيل للستة وتلاتين ملك وقالهم ما بتبعتو لنا المال بدي أبعتلكم عرنوس ولما بيجي عليكم ما بتعطو المال وسكروا عليه وإذا بتقدروا تقتلوا اقتلوا واللي بيقتله معافة خمس سنين من المال بيطلع عرنوس معاه ألف خيال وبيروح على أول بلد وبيلاقيها مسكرة والمدافع عليه فبيحط على حد الرمي وبيعود هيك محاصر البلد أربعين يوم الرعاية اللي جوا تدايقه يعني البلد محاصرة ما في تجارة ما في شي رايح جاي بعتوله مرسال أهجم علينا وبنفتح لك الأسوار هجم عليهم فتحوا الأسوار ملك البلد قتل الملك حط واحد من الأعيان محله وأخذ ابنه شراق عنده وأخذ من هديك البلد مش بس للملك هداك ابن الملك أخذ ألف خيال من عندهم وطلع على البلد اللي وراها ونفس الشي صار بيقتل الملك بيحط محله حدا بياخد ابنه وألف خيال وبلد ورا بلد ورا بلد 35 بلد عمل فيها هيك على البلد الـ 36 لما وصلها لقاها مفتوحة وعم بيأهله بيسهله فيه ودخلوا أعز مكان وأهدوه خيل أبيض بجنن بحري نسوري اسمه ذات النسور قد ما كان مبسوط هو عليه وقاعد وعملين له هالوليمة سأل الملك ليش أنت ما سكرت البلد زي ما عملوا الباقي لما أنا شفت شو عملت فيهم أنا مجنون بعدين واحد زيك ديابرو عرنوس بيكون لي الشرف أني أكون شراق عنده ومش بس هيك بحب أزوجك بنتي كمان يا كاترين وبتيجي كاترين وعرنوس نسوانجي بحب الستات وشافها وهي حلبة باب فيها ونبسط عليها وقال آه بنكلل الإكليل وكللوا إكليلهم على بعض وهديك الليلة وبعد الأفراح والليالي الملاح بيدخلوا بيختلوا مع بعض قبل ما يصير شي بتقول له يا روحي أنت يعني لازم أحكي لك حكاية أنت ما بتتعود ودخلت قلبي واشتهيتك ونفسي فيك بس بدك تعرف أبوي ما فتح البلد إلك هيك عشان أنت تصير صاحبه هو عامل ملعوب فيك وأصلاً بده يزوجني إلك وقال لي ما بتخليه يدقرك ولا يلمسك بتعطيه قدر هالسم وطلعت له السم اللي ماعطيها إياها أبوها وقالت له بس أنت شو أقولكم عن عرنوس هو شاب حليوة مش بس الخال اللي على خده والغمزات يعني واللحية والطول والعرض والبياض والشعر الأسود يعني شاب غير شكل فهي دابت فيه وما رضيات تخدر فيه وهو لما عرف هيك رمى السم وكانت ليلة أنص فش أحلى من هيك عالصبح بيضبط أموره وبده يطلع بيسلم عليها وبيروح عند أبوها وبيقول له هو بيتفاجأ فيه وبيقول له شو بدك تخدر فيه بدك تسمني وبيطولح سلاحه وبيقطع راسه بياخد ابنه بياخد ألف خيال وبيترك كاترين بالقلعة هناك وعلى فكرة بتطلع منه حامل من هديك الليلة بأول أولاد عرنوس اسمه قطى مرج بيسير وإله قصص كتير بس يكبر بالسيرة بس نوصل عليها بنترجم عليها بيطلع من هناك معاه ذات النسور الإحصان الجديد وستة وثلاثين ألف جندي وستة وثلاثين ألف الشراق معاه وبيصير بده يرجع عند مغلوين وهو بالطريق بيعود بيسهد بيهدي فيه وبيصاروا هديك الليلة بس هو ما بيجي نوم فبيقوم بيتمشى والكل نايم بيصووينهم بيخيمهم وبيشوف شي بيلمع بيروح عليه بيلاقي باب نحاس بنص الجبل بالصخر بيجي بده يفتحه بيفتحش بيسمع الصوت بينادي عليه بيقول اقرأ حسبك ونسبك ويفتح الباب بيقول انا عرنوس ابن مغلوين ابن فردريك ابن قوليم وبحط ايضا بيفتحش الباب طب انا ابن كنيار ابن كريد ابن بتذكرش الاسم بيحاول يفتح برد بيتذكر الاسم وبيقول اخر اسم بيفتحش بقول وبيسمع الصوت مرة تانية بيقول يا عرنوس اقرأ حسبك ونسبك ويفتح الباب وبمية الدحب بيبين فوق الباب كلام مكتوب بيصير يقرأ بصوت عالي انا عرنوس ابن معروف ابن جمر ابن جمر الجمور ابن فالق الجماجم ابن محمد ابن الفلا ابن اسد الفلا ابن اسماعيل ابن محمد خليفة ابن الامام علي افتح الباب واخد نصيبك حكاها بصوت عالي وبيحط ايده على الباب الباب بيفتح وبيقول مين هاد معروف اللي انا ابنه بينسى لما بيفتح الباب بيلاقي جوا فيه ججال نحاس وخيل نحاس لابسين بدل كل بدلة من سبع معادن مرصعين بالجواهر بينسى معروف وبينسى النسب وبينسى الحسب وبيصير يتطلع عليهم ما عمره شاف زي هيك والصوت نفسه بيقول شلح ويلبس خد نصيبك بيشلح اول بدلة بيلبسها تطلع على قده بالتمام وبياخد تحت الخيل وبيطلع فيها مبسوط عمره بلقى زي هيك وطبعا كان فيه مانعة دره وسلاح سيف اسمه قاسم الحديد وبيصير هذا بدلته هو دايما من هون لاخد السيرة بيلبسها وقاسم الحديد هو سيفه اللي معاه ما بيوقع من ايده بيطلع فيهم مبسوط وبيرجع على المخيم تاعه الحراس لما بيشوفوا شي عم بيلمع بيصيروا بيخافوا بدهم يرجع لعورة بيقولهم تخفوش تخفوش أنا عرنوس وفكرناك مارد جاي علينا وهديك الليلة ما عرف ينام من بدلته الجديدة يتفرج عليها يلبسها يقيسها يشلحها يتفرج على كل قطعة ولما فاقوا عالصبح بقيت الشرقات اللي حواليه والأولاد الملوك بيهنوا فيها وما أحلاها وبيقعدوا بهذاك السهل سبع تيام وسبع ليالي وبعدين بيكملوا مغلوين كان وصله الخبر أنه عرنوس مش بس جاب المال من 36 ملك صار عنده 36 ابن ملوك تحت إيده و36 ألف رجال قال حتى إذا بيجي عندي هلا بياخد البلد مني شو بده شو بده يسلمني منه هذا خلص يعني صار ملك هو لحاله وإيش لو بده يتجوز بنتي عرنوس ومارينا بنت الملك كانوا مش بس أعز صحاب كانوا حباب كمان هالأد يعني كانوا طول الوقت مع بعض على على انشراح وإنبساط وحديث و يعني لوما إنهم إخوة بيقولوا يا أخي ويا أختي بتفكروهم حبيبة الاتنين وصار خايف إذا هي يعني صار شي وفعرف إنه هو مش ابنه ياخدها بالغصب كيف بده يخلص منه وكيف بده شي يفوتو على البلد قعد يفكر قعد يفكر وواحد من الوزراء قال له أنا عندي تدبير خلينا نقول إنها مارينة ماتت مش هو كتير بيحبها خلينا نقول إنها ماتت سعتها بيزعل عليها وبيفتش على البلد مرة تانية وبيحل عنها قال له ماشي جاب مارينة وقالها بدي أبعتك على الدير الخام اللي على الجزيرة بعيدة عنها قطلو ليه بدك تبعتني قال أنا بخاف يجي هلأ عرنوس يملك البلاد ويتجوزك مني قال كيف دي أتجوزوا هم أخوه مش أخوي هو قال لا مش أخوك هذا لقوه لقيه بجزيرة بدير مسكون وربا كنيار وخلصوا منه من القيطلان لأنه أتى الإبن عبدالصليب وإحنا جبناه هون فهو لا أخوكي ولا إليك دخل فيه وبيدي شيئا يجي يقرب عليكي بدي أبعتك على الدير وأقول إنك متي بيبعتها وبيجيبوا واحدة من الجواري تشبهها بيسموها شوي 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 يوم يومين ثلاثة لا بتموت وبيعملوا عزة كبير وبيعملوا لها قبر وبيقروا قدس عند قبرها والدنيا كلها بتحزن عليها وبيوصل عرنوس بهذا الوقت بيدخل بيطلك رجاله برا وبيدخل بده يسلم المال لعبته للمغلوين وبلاقيه لابس أسود بأسود بيقوله إيش فيه بيقوله مارينة ماتت مارينة ماتت مارينة كيف ماتت وعرنوس قدمى بيزعل بيعيف البلد كلها وبيتركهم وبيتلك الرجال وبيصير يلف على أحصانه ذات نصور وبيلف بالبلاد سنة كاملة بيهديش بمكان قد مهوز علان بلفته بيوصل على شط البحر إقبال دير الرخام وهو إقبال هذا الدير بيشوف شماس عم بيطلع رجال كبير عم بيجدف عم بيجي على الشط وبيقول غريب هذا رجال فيش حدا بالدير يخدم عليه يجيبه ويوديه ولما بيجي الشماس بيقوله ليش جاي لحالك ما فيش حدا بالدير يسادك قال له لا والله فيش حدا بالدير قال له كيف يعني دير عادة فيه ناس قال له لا فيش غير أنا ومرينا والخوري كمان قال له كيف يعني أنت ومرينا مرينا ماتت قال له لا مرينا ما ماتت وإحنا غصبين عنا موجودين وهذا الشماس كان صلو سنة قاعد بهالدير فيش غير مرينا والخوري زهق حياته مش طايق المكان ولما شاف عرنوس من بعيد قال إلا بدي أخبره عرنوس لما بيعرف إنه مرينا بالدير بيركب على طول معاه بالقارب وبيوصل على الدير بيلاقيها هناك بياخدها بالأحضان وهي بتبوسوا وبتحضنوا بيقولها ليش أنت هون شو عم بيصير قال له أبوي كان خايف إننا نتجوز بتطلع عليها من إنت الأخ بتجوز أخته قال له ما أنا مش أختك ما أنت ابن كنيار ولأنك قتلت ابن عبدالصليب جابوك عنه وقالوا إنك إنه ابن قال يعني أنا مش أخوكي قال له لأ أنا مش أخوكي أنت مش أخوي نادى الخوري وقال بدك تكلل إكليلي عليها بما إنها هي حبيبتي وروح قلبي وهي انبسطت كتير وزوجهم بالغصب لما زوجهم الشماس قال خلق قلدي أروح أحكي لمغلوين وهو بيروح هناك وهديك الليلة هم بيتمموا الزواج على أكمل حال وبينبسطوا وكانت ليلة أنس غير شكل اللقاء أحبة شو بتتوقعوا بيصحوا تاني يوم طبعا هي بتروح منه حامل وبتجيب تاني ولد واسمه قطة لونش بس هذا كمان لما بيكبر فيه إله قصص كتير بالسيرة بس نوصل عليها بنترجم عليها بيتجوزها وبيكون مبسوط مغلوين لما بيوصلوا الخبر بيوصل على الدير تاني يوم الصباح وبيدخل عليهم وعرنوس بيقول له مش عاجبك أكون صهرك مش عاجبك أكون أنا متجوز بنتك قال له ما هو مش هيك اللي بده يتجوز بالخفية وعلى الساكت المفروض اللي بده يتجوز يجي يطلبها أنا رح أرجع مع بنتي وتيجي بتطلبها قدام الوزراء والأعيان هي بنت ملوك مش بنت أي مكان قال له حاضر تمام وبيصبقوا وبيروحوا على الأسرعة بالبردقان وهو بيلحقهم لما بيوصل بيلاقي المدينة كلها مسكرة عليه وحطين عليه المدافع وبيبعط له كتاب مغلوين أنا ما عندي بنات للزيجة عرنوس بينجان كيف يعني بيصير يلملم رجاله الستة وثلاثين وبيحاصر البلد وبيعودوا محاصرين شهر وشهرين بيجيت مين جوان جوان لما بيشوف البلد محاصرة هيك بيلاقي طريقة وبيدخل وبيدخل عن مغلوين وبيقول له ايش فيه ليه محاصرين شو اللي عم بيصير قال انت ورطني هاي الورطة بدك تطلعني من هاي الورطة قال له كيف يعني بده يتجوز بنتي وانا ما عندي بنت هذا لقيينه لقية بجزيرة انا اجوزها لمين مكان نعرفش مين هو حتى هذا قال له طول بالك بدك تخلص منه انا رح ألاقي لك طريقة يا بتخلص منه يا بتصير اهم ملك بكل البلاد قال له كيف يعني انت اطلب منه بنعمل صلح معه واطلب منه مهر البنت يعني بنفعش بتتجوز بنت ملك بدون مهر والمهر اللي بدك تطلبه هو القدس ويروش شام وحلب يملك لك اياهم واذا ملك لك القدس خلص انت عند الفرنجة بتصير اهم لملوك واذا ما ملكهم بروح فيها ما في مجال يا بيموت بهالرحلة يا بيجي بتصير انت اهم ملوك الفرنجة انبسط على الكلام قال له ماشي نعمل الصلح وبيطلع جوان من عند مغلوين وبيروح عند عرنوس حتى يعمل الصلح وبيدخل بيلبس السواد بيلبس السلبان وغلامه سيف الروم قدامه معاه المباخر وبيدخل وهو بيقرأ قداس على سيوان عرنوس عرنوس يعني مش كتير دينوا مائلوا على هذا الكلام بس لما شافوا امط قلبه ما حبوا لجوان ووقفوا عنده قال له يا ابونا مين انت وشو عم تعمل عندي قال له انا البابا جوان بابا الفاتيكان وانا جاي اقرالك قداس ابارك لك وجاي اشوف ليه متخصمين انت والملك قال له لا تقرأ قداس ولا ما يحزنون هذا لا كنيسة ولا دير صلح بنحكي ايش فيه وبيحكي له انا حكيت مع مغلوين وانا بحس انه لازم نعمل صلح بناتكم وبدو اذا بدك تتجوز بنتو بدك تقدم له مهر حتى يتفخر فيك ويفتخر فيك ويعرف انه بنتو متقنة ويعني مهرها غالي قال انا ما في مشكلة بقدم له المهر اللي بدو اياه قال تمام خلينا نروح عنده نصالحكم وبيروحوا وبيتصالحوا وبيطلب المهر بدو القدس والشام وحلب وقال له بكرة بطلع بجيب لك الياهم مارينا غالي وطلبها هذا طلب رخيص عليها ولا يهمك وبجهز الجيش وبجهز حاله يطلع خلال ثلاثة أيام بيودع مارينا وبيطلب منها من أترها منديل حتى يضل معه يشمه ويحطه عنده واليوم ما اطلع من عندها بيحط المنديل تحت راسه بينام عليه يتذكرها بيطلع معه الجيش وهذا كان سبب طلوعه وبالطريق عند هذا الوادي بيدقر الجيش تاعه لأنه في سبع الأسد بالوادي وهذا الطريق السلطاني وحلف يمين لكل أهل البلد اللي حواليه إنه يخلصهم من هذا الأسد وصلوا 11 يوم والأسد مش قادرين يمسكوا الرجالوا بينزلوا ويا بيهرم منهم يا بيهجم عليهم ولما إجا معروف على الواد ودخل حاولوا ينبهوا بالحجار هاي وهو ظلوا داخل سمع الأسد وزقيره عال آه عشان هيكرموا علي حجار عم بينبهوني من الأسد وما شاف الأسد غير طالع عليه وبديله عم بيضرب على بطنه وعم بيزقر فيه وهو لو ماني مستعجل ولا كنت مسكتك بإيدي وأخدتك لابني يلعب فيك وطال ذو الحيات سيفه وحط المانعة قدامه وصار هو والأسد يلفوا حوالين بعض فجأة بيجي بيهجم علي الأسد وهو بسيفه بين عينيه بيطصوا لفخاده بيقسموا اسمين وبيوقع الأسد الرجال اللي فوق عراسله هادي بيصيروا يزقفوا ويصيحوا معقول معقول خلصنا من الأسد وهو بيمسح الدم من عن سيفه وبيضبه وبياخد قلب الأسد وبيقول بدي أعطيه لابني يأكلوا يقوى يقوى قلبه على على صيد قطية البر وبيطلع لفوق عرنوس بيكون شايفه من فوق وبيكون قلبه بيخفض بيخفض بأنه والمين هاد وشو هالفارس هاد اللي طلع عجوز كبير بس ما شاء الله عليه ورجال قدما هاجوا وسمعوا الحس بالسواوين فوق جوان بيقول إيش فيه وبيكون واحد بيدخل بابا جوان بابا جوان لبشارة عندك قتلنا الأسد مين اللي قتله وقعد شرح له واحد كبير بس إنه معاسف وطصه وعملوا حكاله القصة وجوان عم بيسمع ويقول ما في غير ثلاثة بيقدروا يضربوا هاي الضربة القران فردريك الملك الظاهر بيبرز ومعروف ابن جمر يا سيف الروم روح شوف لي مين اللي ضرب هالسيف ومين قتل هال وبيطلع سيف الروم بيقول له لبشارة عندك معروف ابن جمر أبوه لعرنوس يا جوان اعمل معروف مع الإسلام أنت دايما تعمل معهم مشاكل عرف الإبن على أبوه خليهم يتعرفوا ع بعضه اعمل منيح قال أنا مجنون عرنوس يعرف إنه ابن معروف ويأسلم ويصير سيفه مع الإسلام هذا بيقتل كل الفرنجة لا 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 خليت ديابرو معانا دخيلك وبيدخلوا الاتنين على الصيوان وبيكون عرنوس كتير مبسوط بمعروف وبيقول له يا بيجية بيجية عند الفرنجة يعني يا شيخ كبيرنا يا بيجية تفضل تفضل وبيقعدوا بأز مكان وبيطعميه وبياكل معروف وبيكون بيقول له 17 سنة ونص ما انبسطت بلقمة زي ما انبسطت اليوم وأنا شايفك يا ولادي وعرنوس مبسوط عم بيعمله زي ابنه وانه هيك بس مش عارف مين هو طب احكي لنا مين انت؟ بيقول له أنا مارق طريق ما هو حالف يمين لجمال الدين ما يحكي مين هو فبيعارفوش مين هو ولا انه هو أبوه وبيضلوا يقول له يا ولادي وعرنوس مبسوط فيه وبينتبع انه جوان قاعد محرقص بيقول له ايش مالك فيها يا كلام بتمك قال له انت بتعرف مين اللي قاعد جنبك قال له مين بيقول له هذا ملك الفدوية سلطان الفدوية وهذا بيكونوا الاسلام عم بيدوروا عليه انت مش بدك تطلع عليهم اقتلوا من هلأ وورجيهم مين انت؟ قال له هذا العجوز الكبير حتى لو ملك الفدوية عمل معاي معروف وقتل لنا الاسد انا اكيد مش هذا يور الملوك اكيد ما رح اعمل هيك بلا من هالكلام واطلع من عندي وبطلع جوان من عنده وجوان بيصير يفكر كيف بده يخلص من معروف وبدوش اياه لعرنوس يعرف انه ابوه وبيضل يفكر يفكر كيف بده يعمل وبيجيب ورقة وقلم وبيكتب وبيعمل خط المغلوين وبيبعت الكتاب مع واحد من الشباب بيقوله اطلع من العراضة وغبر حالك امل حالك جاي من عند المغلوين وادخل عالديوان قاطي وبيرجع جوان بيقعد جنب عرنوس وبيكون معروف قاعد ومعروف يعني كان بالحبس 17 سنة ونص انفرادي على البحر فبيسرح مرات وبيغيب عن الوعي فما بيكون قاعد مرات موجود مرات مش موجود وما كانش موجود خلص سرحان المهم قاعد جنب ابنه وبيشوفه بيدخل هذا الكتاب وبيقروه على الديوان وبيكون في من الملك مغلوين يا عرنوس مرينا مريضة وكل حكامها بيقولوا انها عشان تصح بدها دم واحد مسلم يدهنوا عليها وانت جاي جيب لنا أزازة دم واحد مسلم بيطلع فيه بيقول هات الكتاب وبيمزعوا بيقول شو هالإعلاك هاد جوان بيقول له طب ومرينا ما هي عندك واحد مسلم قلت له اتبحوا قلت لهم الأزازة بيقول هذا حكي فاضي ما فيش طب زي هيك وبرضاش جوان بيروح وبيعوت انه كيف تو يخلص منه وعرنوس مش بس نسونجي صاحب كيف وكاس كمان فقال خليني أنا بادر له الكاس وبيسكر هديك الليلة وبضل أجرجره أجرجره حتى يقول تلوه أو ابعتوه لمغلوين وراح وجاب له ودار الكاس وكلهم عم بيشربوا بس لأنه شريب ماقدر معه ضلوا ماسك جامد الزلمة وتحرقص شوان فلما لف كمان كاس حطله في بنج ولما شرب هاي المرة تبنج عرنوس ونام وقع جوان قالهم الكل يرجع على مكانه وكل يرجع على خيمته وإذا بيسأل بكرة الصبح هو قال نبعت الباجية على مغلوين وبيبنج معروف وبيبعته مع العسكري اللي جاب الكتاب وبيطلع تاني يوم الصبح بيسحى عرنوس بيقول آه شكلي تقلت عيار مبارح وهو راسه عم بلف بيقول وين راح الباجية وين راح الزلمة وبيكون جوانه هناك واللي مفيقه من البنج بيقول له ما انت اللي قلت مبارح بالليل نبعته لمارينة حتى تصح مارينة لح انا حكيت هيك يا الله الكاس شو بيعمل طب روحوا إلحقوه جيبولي يا هل شو نجيبه ما انت بعدته أول الليل وإحنا خلص خلص الليل وهي أصبحنا بيكون خلص وصل يا أخ سارة يعليك يا معروف وهو عم بيحكي هيك بيدخل معروف من الباب ومعروف لما اتاخد بالليل العسكري اللي اجا أخده كان متبدل وما كان غير شيحة جمال الدين وروان قدمه هم معجوق بين معروف وعرنوس والدنيا الليل ما انتبه عليه أخد معروف صحا من البنج وقعد معا هديك الليلة وبيقول له يا معروف اليوم تلات مرات اجوا بدهم يقتلوك هياتك شفت ابنك خلينا نروح عبلاد الإسلام وبعدين نرجع لابنك بنجيب لك قل له لا مش بعتش منه أنا بدي قعد عند ابني طب وإذا مسكوك إذا عملوا فيك شي قال لا مش مهم أنا المهم أضل عند ابني ويحد يحاول معه طول الليل ومعروف ما بده غير يرجع عند عرنوس قال له إذا هيك بدك ترجع عند عرنوس وتقول له مبارح بعطوني غصب عنك وما فكني غير عمك شيحة جمال الدين فلما بيرجع معروف وبيفوت بسلم عليه بينبسط عرنوس أهلا 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 بالبيجية بسلم عليه وبيقول له بعطوني مبارح غصب عندي عن مغلوين وما فكني غير عمك شيحة جمال الدين شيحة شيحة جمال الدين شويحات بتطلع هذا شويحات اللي مجنن كل الفرنجة من بلاد الإسلام وملعب جي بيظلوا يبدل وكان عندي بالعراضة تأتي بيقول له جوان أكيد ما كان عندك أنا بعرف وبعرف أمائزه أكيد ما دخل عندك هذا يمكن بالطريق لا لقاك بالطريق أنا بدك تعرف لو بيرجع بيفوت عندي مرة تانية يا ويلك ويا سواد ليلك يا جوان معقول يعني هذا إحنا ببلادنا إحنا وهذاك عمل فينا شحة لما بنوصل على الإسلام بيقول له جوان أنا هلأ بروح بفتش عليه وبتأكد لك إنه مش موجود وبقرالك قداس بحوة العراضة وبشارتك إذا بيدخل عليها أنا بعرف وبعرف أمائزه لو شو ما تبدل وشو ما تحول بيقول له تمام بس بدك تعرف إذا دخل إذا عمل أي ملعوب معانا أنت إلك العلقة رح أضربك فلقة خمسين فلقة الله أبدا ما رح يفوت وبيتطلع على الباجية معروف وبيقول له يا باجية يعني هلأ يجي شي حاو يفكر إنه إحنا عم نعمل فيك شي وأنا مش مبسوط إنك تضلك هيك بدي أحطك بواحد من أفاصل أسرة تعوننا وكان معاه بالعراضة تاعته 13 أفص بيجيب واحد منهم وبيقول له بدي أدخلك فيه أقعدك فيه حتى يعرف شي حلا بدنا نعمل فيك شي ولا بدنا ننهان بس بتكون أنت قاعد بهذا الأفاص قال له حطني وين ما بدك بس خليني بس خليني أشوفك فبيحطوا قبال السيوان وبيحطط له الشمسية وبيعهد هو بيدخل عليها وبيسكر عليه وبيعهد هناك وبيمشوا بهاي العراضة ولما بيمشوا بيكون أول شي بيكون معروف بالأفاص حتى ما يجي عليه غبرة بيمشوا يوم يومين وفجأة بيوقف الجيش من المشي عرنوس وجوان والملوك بيطلعوا لقدام بيقولوا إيش فيه بيكون فيه ملقح على الأرض بترك مريض مبتلي قاعد مش قادر يتحرك بيطلع عرنوس على جوان بيقولوا شو نعمل فيه هذا من جماعتكم أنتوا ناخدوا معنا وأكيد فيه دير على الطريق بنحطه هناك بنحطه فيه وبالعراضة وين نحطه بيقول جوان حطه فوق معروف فوق الأفص فبيحملوه وبيحطوه فوق الأفص وبيكملوا فيه ولما بيبيتوا هديك الليلة الأفص بيكون قبال السيوان معروف جوه البترك المريض فوق بيتحدسوا وبينبسطوا وبيعشوا هديك الليلة وبيطلع الكل وبيضل الباب مفتوح وبيكون عرنوس بيشوف معروف ومعروف بيشوف عرنوس وبيشوفوه بيحط منديل مرينا تحت راسه وبينام البترك لما بتأكد الكل نايم بينزل بيفك الأفص بيخربه وبيطلع معروف وبيطلعه من العراضة وبيرجع بيسحب من تحت راس عرنوس المنديل وبيرجع لمعروف وما بيكون البترك غير شيحة جمالة دي بيقول هاي حطك بالقفاص ما بينفعش هيك انت خلينا نروح عبلاد الإسلام خلينا نروح خليني أواجه أوفي وعدي لبيبرز أبيض أسود ما بده يحطني بالقفاص ما يحطني بالقفاص أنا بدي أكون عند ابني قال له خلص إذا هيك بدك ارجع بس لما ترجع بتدخل وبتقول له عرنوس إنه ما كان البترك غير عمك جمال الدين ويتوصى بالعلقة بالجوان عالصبح بالعرابة بيكتشفوا الأفاص المنزوع الخاربان البترك رايح المعروف رايح وجوان لما بيوصلوا خبر سيف الروم بيقول له يا بابا جوان شكراك راح تاخد العلقة قال له لا معقول أنا البابا أكيد ما راح يعمل في شي هذا بس كلام وبيروح ركض لعنده لعرنوس وعرنوس بيكون فاء من النوم عم بيدور على المنديل كل يوم بيضبه بيحطه بعبه ما لقى قلب السوان بعدين اكتشف انه معروف رايح والبترك رايح المعصب زرمان بيجيت شوان بيقول له وينه وين هدا البترك تاعك وين معروف وهم بهال اخناقة بدخلة معروف عرنوس لما بيشوفه بيتسم له في شي بقلبه بيخليه يتسم له هياتك اجيت يا بيجية شو اللي صار معك قال ابدا بيسلم عليك عمك شيحة جمال الدين وبيقولك ما كان البترك غير أنا وتوصى بيجوان ينجن وبيتطلع على جوان وبيقول له انت قلتلي فيش بيقدرش يخطي لهون وانت بتعرفه وانت شفت البترك ومعرفتوش جيبوه وحطوه بالفلقة وبيحطوه بالفلقة بيرفعوا الرجلي وبياخد خمسين هواي بيروح على بسيوانه مش قادر يمشي محمول برجعوا بيجيبوا قفص تاني وبيحطوا لمعروف فيه وبيكملوا الطريق وبيصير ملعوب تاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسبع وثامن وعاشر ووحدعش وثناش وكل مرة يفكوا ويرجعوا تاني يوم الصباح يحاول يقول له يرجع معاه خلص بكفي شفت ابنك يقول له لا مش بعتش ويرجع يقول ما كان اللي فكني غير شيحة جمال الدين وياكل العلق جوان وضلهم طول الطريق لوصلوا على أرض المفارق اللي حدود بين بلاد الفرنجة وبلاد الإسلام وهناك كان فيه مرجمة أحلا وكانوا قاعدين فيه وجنبهم فيه دير اسمه دير البنات ودير البنات اسمه دير البنات لأنه بيقعدوا فيه بنات الملوك والوزراء والأعيان ومسكر ما حدا بيفوت عليه لما سمع هيك عرنوس قال بدي أزور بدي أزور أشوف فرح ولف مع الريسة من غرفة لغرفة البنات اللي فيه ما بيحكوا اللي بتحكي بس الريسة اللي عندهم والريسة كانت عملتله صفرة صفرة مدام وجابت وسقت له وقعدوا وتحدثوا هداك اليوم ونبسط معاها ويعني هي تشكت هر اوت من ساسها لراسة قعد يتفرج عليها وتميزها وإنه لو ما هي ريسة يعني كان صار أشياء تانية وروح وهو طول الطريق وهو مروح بقول طب ليه ما أفكي لها زنارها وأجيبها معاي وتطلع معاي وتصير تسئيلي وهو قاعد بهاي الأحلام هديك الليلة وعم بفكر كيف ممكن يعمل هيك أو ما يعمل هيك تيجي هي أنا كنت عم بفكر فيكي وهياتك يجيتي قالت له يا روحي أنا شفتك حبيت المدامي اللي جبت لها كيف جبت لك أزازة للطريقة أخدها معاك قال أهلا وسهلا خلينا نشربها هلا وبيفز بيقوم وبيوحد وهي وبيتصير تسئيلة وبينتباه وبيتفرج وبيلاقي إنها مش نفس الرئيسة فصلها لهديك لاقي ديها نفس الشي يعني وجيها تقريبا نفس الشي ويلابس المنديل ولبس التوب تاحها وله كأتولها وله كسمها وله خصرها تعالي تعالي أعدي جنبي تعالي فبتيجي الرئيسة بتوحد جنبها وبيعمل بده يحط إيده على كتفها بس بيحط على راسها وبيقيم المنديل وبيوقع التركيب وبيبين شيحة بقول له ها هرفتك وبيطلع سيفه هرفتك لطاك انت شو مفكر الملوك مسخرة عندك داخل طريقة ويطالع على العراضة عندنا وعملنا مسخرة بملاعيبك قال له اسمع بدك تقتلني بس بدك تعرف إحنا الإسلام لما بيكون عندنا أمانة لازم نرجعها قال له شو الأمان اللي عندك وبيطول من عبو شيحة منديل مرينة بقول له هاي إلك خليني أرجع لك إياها أول بيرجع له إياها والسيف لسه عليه بياخده منه بطلع عليه وبيكون مبنج المنديل وبيوقع عرنوس بيروح بفك بيتركه بأرضه شيحة وبيروح بفك معروف من آخر قفص وبيخرب آخر قفص وبيطلعوا برا العراضة وبيقول له هاي المرة يا معروف هاياتنا وصلنا بلاد الإسلام وهينا عند أراضينا خلينا نرجع خلاص بكفي هلأ ما ضل غير الحرب خلينا نرجع عند أمير المؤمنين وابنك بعدين بنشوفه بيقول له لا ما بديش أترك ابني أنا بدي أضل مع طب أنا ما بقدر خلاص انكشفت كشفني آخر مرة وما ضل عنده قفاص يعني إذا بيصير لك شيء ما بقدر أجي أسعفك يعني بدك أنت تتخلى عني تخلى عني ربنا ما بيتخلى عني لما سمع هيك أشعر بدنه قال له إذا هيك ومش راضي أنت تترك ابنك أنا رح أروح أجيب أمه رح أروح على جنوة أجيب مريم الزنارية وأنت ببلاد الإسلام أنا بترك عك برعاية الله وبيتركه هناك وبيرجع معروف تاني يوم الصبح على السيوان بيكون تاني يوم الصبح جاي لقوا عرنوس مبنج وإجا جوان فيقوا ولما فقل وين هو شيحة؟ وين هو شيحة؟ يقول له شيحة؟ شيحة ما كانش هنا قال له لأ شيحة كان هنا وهو كان الرئيسة وجوان بيأخدها فرصة وبيقول له ما قلنا لك أقتل هالبيجية بدل ما أنت تضلك شيحة رايح جاي عليك وعم بيعمل هيك وعم بيعلم عليك لو عارفينك هالقد قلبك رقيق على الإسلام ما ليش طلعت أصلا على الحرب وبيقعد بيحمي بيحمي فيه بدخلت معروف وهاي المرة لما بيدخل معروف عرنوس ما بيضحك بيوجه بيكون معصب عليه وبيتطلع فيه وبيقول له يا ولادي ما كانت الرئيسة غير شيحة جمال الدين قال له أنا بحرف إنها شيحة جمال الدين وأنتم فكرين إنا إحنا مزخرة قال له وما ضلش عندي قفاص بدك تعقد عندي ولا بدك تروح ع بلاد الإسلام لا أنا بدي قاعد عندك بدك تعقد عندي بدي أكتفك وبيكون قاعد هو فبيجي معروف بيقول له كتفني وبيعطيه إيديه بينزل معروف من كرسي وبياخد إيديه وبيلف ورا بيصير ضحله للصوان وبيصير عم بيكتفه إيديه لورا مش لقدام بيقول له هذا كتاف موت مش كتاف أحباب إذا بدك تقتلني وبيمد رقبته بيقول له أعطيني ضربة واحدة ما تعزبني هو بيتطلع فيه وبيصير بين نارين السلمة بيحبه وهالقد يعني ماعطيه رقبته وبيقول له يقتله بس بنفس الوقت جوان كلامه صح إذا قال برقيق على الإسلام هيك ليش يطلع فبيقيم بده يقتله بيتطلع حواليه يمين الشمال بده حدا من اللي كانوا موجودين يترجى فيه ما بيلاقي حدا جوان لما شافوا لف قال لك كل اللي موجودين يطلعوا حتى ما حدا يترجى في البيجية بياخد السلاح بقوي قلبه بيرفع إيده بده يقتله ينزل على رقبته ما بيحس غير حدا بيمسكه من وراه وبيتشعلق متر لقدامه بيوقع السلاح من إيده بيتطلع بيلاقي واحد طويل عريض لابس قلعجي من جبال القدس يقول له يش عم تعمل لي بدك تقتل هالبيجية الكبير بيقول له لأنه بيحبني لأنه بيحبك وبيكون هو واحد من واحد واربعين مزلمة موجودين جوا أميرهم بيتطلع على رجاله وبيقولهم هذا الباب زادوا لا يؤكل ولا بنخدم عنده وبينزلوا بيتطلع عرنوس عليهم بيكونوا واحد واربعين رجال طويل عريض لابسين فرنجة من جبال القدس بيرحب فيهم بيقعدهم بالسيوان بيقول لهم أهله وسهله تفضلوا Living وبيكون واحد واقف جنب الأمير تاهم بيليهم بيتطلع على الأمير وبيقول له هذا سيف المسيح وأنا نور المسيح وهذا عبد المسيح وهذا ضو المسيح وهذا حبيب المسيح وهذا كل ومسيح بمسيح 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 واحد أربعين واحد بيقول لهم أهلا وسهلا وشو جابكم عنا إحنا سمعنا إنك طالع على الإسلام وإحنا قلعجية من جبال القدس قلنا من نيجي نشوف إذا بدك عسكر ولا لا بس دخلنا عليك لقيناك عم تقتل بهذا العجوز الكبير وهم بهذا الكلام بيكون سيف الروم غلام جوان على باب السيوان باعته جوان يشوف إذا قتل معروف ولا لا بيطلع فيهم وبيرجع بيقول له البشارة عندك يا جوان إجوا حبابك قال له كيف يعني إجوا حبابي ما قتلهوش قال له لا إجوا حبابك قال له مين حبابي ما إلي حباب أنا قال له إجا الظاهر بيبرس وإجا براهيم سياج العدارة وإجا سليمان الجاموس وإجا 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 وعدله واحد وأربعين في ديوي اللي طلعوا وقت ما وصل الخبر بتحرير معروف وكلهم قاعدين بالسيوان عنده قال له هدول شو جابهم وهو طبعا جايين يلاقوا معروف ولا شو بدهم يكونوا جايين يعملوا روح نادي لي عرنوس بيروح بنادي عرنوس بيقول له عرنوس أنا عندي ضيوف لأ 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 لساته قاعد مع الرجال بيرجع بيقول له لأ بدك تروح هلأ هلأ حالة في يمين لازم تشوفه جوان بيتركهم عرنوس وهم قاعدين عنده وبيروح عند جوان وجوان بيقول له عندي ضيوف عندي قلعجية من جبال القدس قال له هدول مش قلعجية ما عندك غير ملك الإسلام وفلح دارو إبراهيم سياج العدارة ولفداوي الفلاني والفداوي الفلاني والفداوي الفلاني وعدل له ياهم هدول شو جابهم ما قلنا لك عندك ملك الفداوية ما عندك سلطان الفداوية وكانوا بيفتشوا عليه أكيد جايين ليلاقوا دير بالك وخد حزرك وبيرجع أرنوس على السيوان تاعه وهو غايب عماد الدين ابن أخته على طول بيفك خاله من الربط تاعه وبيكونه سرح بيفيقه من السرحة تاعته وبيقول ويني ولايدي ويني ابني يا خال احنا يجينا نلاقيك وبيصيري يعرفه على رجاله طبعا أول ما بيسلم بيسلم على بيبرز بياخد قدكو وبيعرفه على رجاله وآخر واحد بيعرفه عليه براهيم سياج العدارة وبراهيم لما غاب معروف كان لساته شاب صغير ولد ومعروف غايب تقريبا 21 سنة فصار شاب كبير ما عرفه فبيقول له عماد معلش أنا سجن نساني مين هاد بيقول له هاد إبراهيم ابن أختك الشمطة بيتطلع فيه وبيسلم عليه وبيبوسه وبيقول له انت واحد من الأربع عشر ما حدا فهم عليه والأربع عشر يا جماعة هم اللي بيحملوا ذو الحياة ذو الحياة سيف معروف ما بيحملوا غير المباركين والمبشرين بيحمله وابراهيم بيكون واحد منهم بس هاي قصة تانية بس نوصل عليها بنخبركم عليها بيقول له بيبشروا انت من الأربع عشر وما حدا بيفهم وبيوحدوا وبيصير يتحدث معا بيبرز وبيسأله عن حاله وبيسأله عن أحواله وما في كلام على لسانه غير ابنه وبيعرف انه معروف مش كتير موجود مضيع شوي من وبعد السجن فبيسأله عن شيحة بيقول له شيحة راح على جنوة يجيب مريم بيقول له تمام وهم بهذا الحديث بيدخل عرنوس وبيعمل حاله مش عارف كان عم بيسمع شوي من الكلام وبيعد محله بيقولهم انتو قلعجية من وين قلتولي وابراهيم سياج العدارة بيقول له ولا وبينقج عرنوس وبيقول له تقدم ما قدامك غير أمير المؤمنين وبيعرفوا على الملك الظاهر بيبرز وبيعرفوا على المقدم سليمان الجموس ومقدم جبل والمقدم 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 وبيرحب فيهم وبيعحل فيهم وبيتطلع فيه الملك هداك اليوم بيقول له انت طالع عبلاد الإسلام بدك تحاربنا ويقول له مظبوط ويقول له تمام وإحنا بنلاقيك اسحف بجيشك على السويدية وإحنا بنطلع بنلاقيك هناك وبيتطلعوا على هدا الشي وبيطلع الملك الظاهر بيبرز من عند عرنوس وبياخد معاه معروف بعد ما معروف بيسلم على ابنه وبيكون معاهم موعد انهم يتلاقوا بالحرب بالسويدية الظاهر بيبرز بيطلع وبيكون فيه الغراب المنصوري عم بيستنائجوا هم بالبحر وبيرجعوا بالبحر وبالطريق بيوقفوا باللادقية حتى ينزلوا معروف على على اللدقية يكمل على قلعته قلعة صهيون ولما بيوقفوا هناك بتكون الناس وصل للخبر أمم واقفة عم تستنى وبيكونوا الناس فوق بعض وبيسأل بيبرز بيسأل براهيم شو كلها بيقول له هدول السبع طوايف جايمين يرحبوا فيه وبينزلوا هناك والناس بتزفوا من اللدقية لقلعة صهيون والزفة هاي كان فيها رأس وفاقش ولعب سلاح وزغريد وطول الطريق وهم مبسوطين وبيرجع بيبرز بيكمل بطريقه للإسكندرية ولمصر ليجهز الجيش بيوصل معروف على قلعته قلعة صهيون ولما بيوصل بيشوف مكتوب فوق الحجر بميت الدهب اسم شيحة جمال الدين الناس قالوا هلأ بيقيمه بيحط بيرجع اسمه بس هو لما شافه قال ادوه على عزمك ادوه على عزمك لا إجا مقدم قبلك ولا رح يجي بعدك والناس استغربت طب ما أنت سلطان الفدوية وهي قلعتك كيف بتخلي اسمه وهو بيظله مكمل والناس ما فهمت ليه هيك عمل بيقعد وبيكونوا اللبوات أخواته موجودين وبيعملوا له هم كمان احتفال وبيضبحوا الدبايح وبيقعدوا ثلاثة أيام الناس عنده بالهدول الاحتفالات بس بدي أخلقه وبينبه على عماد الدين اللي بنزل معاه بيقول له اسرف لي ياهم خليهم كلهم يروحوا على قلاعهم وأنا رح أقعد بقاعتي أتعبد لربي أعتكف لحد ما يجي خبر العراضة إنها جاي وبيجي التنبيه للحرب وبنطلع عليها وبيقعد بقاعته لحاله ما حدا بيفوت عنده غير عماد الدين بيتعبد لربه وبيدعي لإسلام ابنه وهناك بنتركه وهو بيستنى الحرب وهون بنوقف السطنة وشيحة رايح يجيب مريم من جنوة عرنوس عم بيتأهب للحرب بالسودية الظاهر بيبرز عم بيزحف للسودية ومعروف عم بيستنى يطلع معاهم بنخلص هون وبنكمل بقصة جديدة السنة الجاي بموسم جديد من ليالي السيرة وقصص الظاهر بيبرز